السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم أخواتي كامل معي اليوم جيتكم فيديو جديد بتعاون مع قناة مطبخ الأكلات الجزائرية اللي شفنا ولي كامل يعني تعرفوها هي غنية عن التعريف هي من كانت من أوائل يعني القنوات الجزائرية وتغلقت قناتها للأسف صحة عاودت من جديد كاميرا كم تشوفوا هذه هي قناتتها تمنع انكم تروحوا اللي عندها تشتركوا ويعني تشوفوا الكم من وصفات اللي عندها وهي طبعا اليوم را هي هديلكم كوكا بعجينة البيتزا رائع جدا وانا اليوم راح نديلكم فيلي تعل الخروف مشوي في الكوكوت يعني في طنجرة الضغط يعني وفيه طعم شوى مئة بالمئة تمنع انكم تشوفوا الفيديو حتى الاخر نبدأ بسم الله على بركة الله هنا عندي كميه طبعا تعل فيلي تال خروف اقول لي بركم نجي ما بين فخاتين يعني تعلين في الظهر تعل الخروف انا قطعتو بهذه الطريقة يعني هكذا بشكل لحد يكون عنده القطعة تاعو عندي هنا زعتر اللي بغون شركة زعتر زعيتر عفون عندي عصر ليمونة كاملة هنا من زيت عادية او زيت زيتون وهنا يعمل ملح وفلفل يعني بالنسبة التوابل ما ندلو لوالو يعني غير ملح وفلفل هذا كافي اذا هنا يراه وش ندير احنا ما غيني هاد الحمتاعي احنا نرقده في كامل هادو المكونات صراحة يجيب واحدة طعم ما شاء الله بالزحتر والقارص يجيب روعة انا بالحق قادرتوه هكذا كما راكم تشوفوه بزيت زيتون ومعطاني احتاري يعني طاب عادي مع انه زوجتها ما يحملش كامل يعني زيتون كيطيب يحبوا هكذاك بالصراحة والله كامل ما فاقلوش لا اخذش الزحتر ولا ولا العصير نيمون يعني كانوا قويين هنا كما راكم تشوفوه نخلطه مليح هاد الحم المغني وهم مليح في هاد المكونات وراح نغطيه وندخلوه تلاجاني مدة ساعة يعني كافية باش يتشرب كامل هاد المكونات وخليكم حتى الاخر الفيديو لا اخذش نوري لكم تانيك واحد الاسجيوس سوف نغطيه كما اخذوه وندخلوه ساعة لتلاجة سوف اخذوه كيف يجيكم طعم في الاخر هنا عندي الزيت غير شوية ما كترت كامل شوية زيت برك عادية وهنا كما راكم تشوفوه نحيت كامل هاد المغنش وشتو هاد المرقة اللي تقعد لكم يعني هاداك الخاليط زيتون والليمون معني مديروش يجب ان تصفوا الحمل يجب ان تكون سخونة ونحطوا القطع الفيديو وعلى فكرة تقدروا تحطوا اي نوع من اي قطعة من الخروف هنا يدوك اللي برنشة وتحطيتهم هكذا كاميرا كاميرا كنت تشوفوا في الاخر والطعم هنا لا ما لا والو سوف نغلق عليه كما راكم تشوفوه اذا هنا سوف نجعله على الشمعة لمدة 20 دقيقة هنا بعد محلته تشوفوا هذا الراصص اللحم طبعا هذه هي وهنا اللحم سوف تخلوه طيب كما راكم تشوفوه هنا 20 نص ساعه على الشمعة يكون الحمل هنا كما راكم تشوفوه عاود تغلقت عليه وخليته حتى كيطاب وتحمر كما راكم تشوفوه هذا كما راكم تشوفوه طبيسة عزيريات جديدة هنا كما راكم تشوفوه فحمة صغيرة يجب أن تكونوا متأكدين بلدخل داخل طبيسة عزيرياتها تشعلوها مليح ونغطيها مباشرة تشوفوه دخلتها داخل الزيت ونغطيها ونضغطها هنا عليها مليح كامل هذا الدخان يعني يقع الدخل لكوكوتة نجرة الضغط وهنا راكم يطفى هنا الكوكوتة راكم يطافية كيف يديروا هذا هذه الخطوة يجب أن الكوكوتة تحكم تكون طافية من بعد ترفضوا الغطاء ونغطيها كما راكم تشوفوها لأكمبانيتها مع هذا الفيلي صراحة جاء الطعم كأنه ليس قليلا أتمنى أنكم تجربوا هذه الوصفة دعوا لي تعليقات قولكم لملتقى والسلام عليكم قليلا